معركة جديدة تخوضها قوى الأمن في تعز ضد العناصر الخارجة عن القانون هذا ما يمكن وصفه للحملة الأمنية التي أطلقتها إدارة الأمن ضد مسلحين نصبوا كميناً لمدير أمن شرطة المدينة العميد منصور الأكحلي بيان إدارة الأمن أكد أن المجامع المسلحة والتي يقودها المطلوب أمنياً غزوان المخلافي نصبت كميناً لمدير الأمن وهو الأمر الذي تطور إلى اشتباكات مسلحة بين مرافقي مدير الأمن وتلك العناصر ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرأة ومقتل أحد المطلوبين أمنياً وإحراق مركبات كان يستقلها المسلحون البيان أكد أن الحملة مستمرة في ملاحقة جميع العناصر الخارجة عن القانون في أحياء شمال المدينة عقيدة العزم على ضبط جميع العناصر المطلوبة أمنية وتشهد تعز من وقت إلى آخر اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوى الأمن وهو ما يرجعه مراقبون إلى حالة الانقسام والتصدع التي تعانيها المؤسسة العسكرية في تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر